على هامش فعاليات كوب 27 نلتقي مع دكتورة مويا مورسي رئيس المجلس القومي للمرأة بسأل خير على حضراتك يا باكتورة بسأل نوري كانت دور المجلس القومي للمرأة في كوب 27 وإحنا بنتحدث عن أنه النساء من أكثر الفئات المتضررة بسبب التغيرات المناخية أولاً إحنا صعداء جداً بالانطلاق الرسمي للقمة الرئاسية النهاردة المجلس القومي للمرأة بيشتغل في أكثر من محور المحور الخاص بالمنطقة الخضراء موجودة عندنا معرض المجلس القومي للمرأة بيعرض منتجات من كافة محافظات مصر معانا تقريباً 42 عارضة منتجات صديقة للبيئة منتجات صديقة للبيئة ومشروعين خاص مشروع تنمية الأسرة مبادرة القومية ومشروع للهجرة الغير الشرعية فيه معانا تقريباً 5000 قطعة بتتروج لمنتجات مصرية صديقة للبيئة ومنتجات خضراء فده تواجدنا في المنطقة الخضراء بالإضافة إلى جلسات يوم المرأة فيه قيادات نسائية حتى تدلي بقصتها ومحاور مختلفة في المنطقة الخضراء الجزء الثاني خاص ما عليش نعيني تسأل حضرتك هنا عن حاجة الستات لما عملت منتجات صديقة للبيئة أكيد كان فيه يعني قصة قبل الموضوع ده علشان يوصروا أنهم يبقى عندهم النوهة أو بتاعت أنهم يعملوا منتجات صديقة للبيئة توعية إحنا وفرنا توعية ووفرنا ديزاينرز ووفرنا خبرة في الألوان أو المنتجات عشان نقدر نطلع منتج يتباع هنا وينافس على المستوى العالمي التدريب والتوعية هي بقت فهمة أن ممكن يكون منتج عندها أو حاجة عندها بتترمي في النفايات أو في الزبالات تقدر إعادة استخدام وإعادة تدوير يعني الفكرتين بقوا موجودين ونقدر نستغلهم والمنتج بيبقى ليه قيمة مضافة كبيرة بسهولة أو يجينا بقى توصل لهم يعني مسألة الأمان البيئي وأنه زي ده كمان نبقى واقعيين هو هيفدها كمان اقتصادياً فده يخليها تعزز هذه المستوى طبعاً والمنتج حلو في الآخر منتج شكله لذيذ وحلو وبيتباعوا فيه إقبال جامد جداً الحمد لله تواجدهم في كابتوني سيفن وأنه بيجي لهم ناس من كل مختلف دور العالم الأي مدى ده بيشجعهم على مسألة كمان التسويق لأنه هنا مهم جداً أنه يكون فيه بيع لهذه المنتجات بالضبط الفكرة أنه كانت تجربة أنه نطلع كل المنتجات تقريباً فوق التسعين في المية صديقة للبيئة فبالتالي هم فرحانين يعني البيع بيمشي كويس ومعقول المنتج الناس مبسوطة منه فأي سيدة هتلاقي منتجها بيتباع هتبقى سعيدة الألوان حلوة جداً الجانوس الألوان حلوة فيه منتجات تطلع من كياس بلاستيك كابتة تريمي الشنطة شكلها شيك وحلو غطيان البابسي غطيان الإسبراسو يعني فيه منتجات مختلفة بالإضافة إلى ورش عمل كمان تنمية الأسرة المصرية اللي السيدات بدأت تتعلم وتنتج شنط ومنتجات أخرى صديقة للبيئة ده موجود دلوقتي معنا في المعرض والخمس تلاف كطعب معروضين للبيع في المعرض القمة المناخ وإحنا نتكلم على توعية نتكلم على منتج صديق للبيئة نتكلم على فتح باب رزق جديد للسيدات وبنشتغل كل الأعمال ديت فيه مشروعات تنمية الأسرة بإذن الله طيب ديوفنا بقى من مختلف دول العالم إزاي يعني لمسوا موضوع المنتجات الصديقة للبيئة أو المشاريع الصديقة للبيئة اللي إحنا هنا نتكلم على إنه مشكلة التمويل من أكبر المشكلات اللي بتواجه مسألة المناخية فإزاي دعم الدولة لهذه المشاريع النهار دا سيادة الرئيس في الكلمة بتاعته أكد على التنفيذ وأكد على استمرار أو ما فيش فرصة غير التنفيذ وإن إحنا محتاجين كل دول العالم تتقف جنب الدول المتأثرة بالتغيرات المناخية وأكثر حد بيبقى متأثر بهذه التغيرات هو المرأة والفتاة والأطفال والكبار السن دول هما اللي بيتأثروا أكثر فإحنا بنحنا نحاول نشتغل على الجزئية ديت ونشتغل على التمكين اقتصادي اقتصاد أقدر وكان دينا مشاريع اقتصاد أخضر وزكي كمان بتعرض هذه المشاريع هنا في كوب 27؟ الحمد لله مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أيضا في مشروعات خاصة نشتغل فيها معهم والنهار دا بتعرض السيدات اللي أخدوا جوائز وإن شاء الله كمان يوم 14 يوم المرأة في الكوب 27 هتلاقونا في المنطقة الزرقاء اليوم العالمي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فمصر كمان بتصديف يوم كبير رسمي في قلب المنطقة الزرقاء أهم الفعاليات اللي هتحصل فيها؟ هتحصل فيه لمنقشة أو إطلاق على المستوى الرسمي والإعلان عن الدول اللي دخلة فيه المبادرة الرئاسية للمرأة الإفريقية الخاصة بالتكيف والتوعية على التغيرات المناخية وعندنا كمان جلسات مختلفة عن تمويل أجل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة عندنا الكوفيد 19 أو التأثرها وأثر الجرين إيقانومي أيضا في المرحلة اللي عدينا بيها في الكوفيد 19 عندنا جلسات خاصة بالسيدات العالمات وتواجدهم في علوم التغير المناخ هلنشوف قصص نجاح لسيدات عالميات في كفزيل جلسة؟ هنشوف قصص نجاح هنشوف حوارات على مستوى دولي كبير فمصر الحمد لله بتقود هذه الفعالية في هذه القمة إزاي شايفها التنظيم اللي حصل في شرم الشيخ وإستضافة شرم الشيخ لكفتوني 7 مصر حلوة شرم الشيخ حلوة قوي 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 كل حاجة المنطقة الخضراء جميلة المنطقة الزرقاء جميلة التفاعل اللي حاصل حاجة مشرفة جدا النهاردة وبقالنا كم يوم سعاداء بالمصر حلوة إزاي شايف أنه ده ممكن يعود على المرأة المصرية والعربية والعالمية؟ استقرار أمن سلامة في سياحة عندنا مشاريع بتشتغل والمرأة بتكسب تمكين اقتصادي من ملفات ما كانتش بتطرح قبل كده الحمد لله إن شاء الله يبقى خيرة على مصر كلها مش بس المرأة المصرية شكرا جزيلا دكتور مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة شكرا جزيلا على وجودك معنا شكرا شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة